سيطرة سعودية مؤقتة على المدينة ضم المجلس الانتقالي للحكومة وتشكيل قوة أمنية محايدة بنود اتفاق قدمته الرياض لحل الأزمة في عدن وفق مصادل الرويترز فإن هذا الاتفاق يقضي بإشراف القوات السعودية على إعادة انتشار القوات العسكرية وتشكيل القوة المحايدة الوكالة الدولية التي أفادت بحدوث تقدم في محادثات جدة أشارت إلى ترحيب ضمني من قبل قوات الحزام الأمني لكنها لم تتحدث عن رفض أو قبول الحكومة بهذا الاتفاق يشبه الاتفاق السعودي في تفاصيله الاتفاق الأممي في الحديدة خصوصا فيما يتعلق ببند إعادة الانتشار والملفت للنظر أن القوات السعودية لن تعمل على إعادة بص قوات الشرعية كما تقول بيانات المملكة السابقة بل ستعمل على إنشاء قوة أمنية محايدة ما يرجح الفرضية التي تقول بأن السعودية تريد إذفاء الشرعية على مخطط الإمارات القاضي بتسليم المناطق المحررة للميليشيات وقد أكدت وقايع الأيام الماضية هذا المخطط مع عملية إعادة الانتشار التي قامت بها الإمارات بين الميليشيات التابعة لها في الساحل الغربي حيث حلت قوات طارق محل ألوية العمالقة في المخى والخوخة التي انتقلت إلى عدن لحماية المناطق الجنوبية مما أسمته بقوى الإرهاب وهي وفق التعريف الإماراتي قوات الحكومة وفق هذه التطورات فينابوظبي تنفذ على الأرض عملية إعادة انتشار خاصة بها وهو ما حذر منه وزير النقل صالح الجبواني الذي قال في تغريدة له بأن الإمارات تعزز قواتها في المناطق الجنوبية بالقوة ما يحولها لدولة احتلال مؤكدا بأنها لن تخرج من اليمن إلا ببحور من الدم وفي ضو هذه الأحداث لا إجابة عن مستقبل الاتفاق السعودي المرتقب الذي ربما قد يفشل قبل أن يبدأ